السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عدنا أخبار كثيرة عن المحترفين المغاربة اللي منهم حاكم زياج واللي غايكون عليه كلام كثير ومهم جدا زائد جديد انتقالة اللعبين كعز الدين وناحي عبد الحامد الصابيري ويوسف مالح وكالعادة غاد نسرد عليكم كل شي بالمختصر مفيد ومباشرة نبدأ ومحاكم زياج للبارحة فاجدخل كبديل في الشوت الثاني تحديده في الدقيقة 72 بيليك على أنه الأفضل من ناحية الجودة في بناء الهجمات وصناعة اللعب مقارنة مع كل لعبة تيالسي زائد دقائق للعبة تقنيا كانت جيدة جدا وعلى المستوى البدني تبتلك على أنه أراجع لك من المونديال في أفضل جايزية ممكن اللهم بارك وهذا الشرع بالإحصائية طبعا فكما تشوفوا المغربي في 19 دقيقة للعبة كبديل قدم فيها ما أجهزة عنه بقية سوملائي أمام نوتينغان فوريس شوفوا غير تمررها الكليفة مربع العمليات كيفاش هارب على رحم ستاليغو كريستان بوليزيتش واللي بالمناسبة هاتوناء يلعبو كأساسيين أما كاليدو كوليبالي غير نساوه ما قديش ندخله في المقارنة لأنه مدافع طبعا أيضا زياش هارب عليهم في التمرارات الحاسمة المتوقعة وهذا الشيء أوتوماتيكي يعني بأنه حكيم أكثر اللاعب في النادي اللوندوني فعالي على مرمى الخصم رغم أنه لعب 19 دقيقة فقط ولكن خيصوا ما يمزيان في كريستان بوليزيتش لما عنده لعرضية صوب مربع العمليات ولا التمرارات الحاسمة المتوقعة وأيضا ما عنده اجتمرات في مربع العمليات وفي آخر ما طعف كيلعب لك أساسي على حكيم زياش يعني فهمت سطمعات جرانبوتر للبارحانيت كنخرج بتصريح وأعترف على أن المغرب قدم مستوى جيد والفيديو ديال التصريح غد يتلقاه في موقع قول العالمي واللي قال لك في كلمات قليلة جدا بأن حكيم زياش قدم بطولة رائعة جدا في كأس العالم لذا فقد عاد في مرحلة مناسبة من هذا الموسم نفس الشيء ينطبق مع الكرواشي كوفاتيتش لم يكن لديهم الكثير من الوقت معنا ولكن تأثيرهم كان جيدا وهذا اعتراف صريح من المدرب قرانبوتر بأن حكيم زياش قدم مباراة كبيرة جدا واللي بغيت نقول لكم أيضا ماشي غير حنا كمغاربة اللي كنقوله لحكيم زياش ديما قلست الله وما شبه ذلك وكيتم تجاول دياله بها الطريقة اللي بين قوسين فاضحة وغير عادلة بالمرة وفيها نوع من الضلم البين لللاعب فببساطة شديدة جدا بعدما حكيم تخلف الشوطان وقلب لك الماش رأسا على عقب موقع قول جاب ردود الأفعال ديال الجماهيل لنادي تشيسي ونزلوا لك على جرانبوتر بكل ما تحملوا الكلمة من مقاييس وكل اللي قال أتألم عند رؤية حكيم زياش على مقاعد البودلة لماذا لم يبدأ به جرانبوتر إنه أمر مؤلم حقاً وآخر قال لك شنو كيدير حاكم زياش على مقاعد البودلة المدارب بوتر لا يفكر وكي اللي تعم جرانبوتر بأنه لا يحب حاكم زياش المهم باش ما نطويش عليكم أكثر جميع التعليقات المضمون دياله واحد فقط هناك اختلاف في الصيغة والتعبير لكل مشجع وبالمناسبة حاكم زياش راه رد على بعض المنتقدين اللي كانوا كيقولوا بأن الدورة الإنكليزية صعب عليه وريتم دياله عالي بزاف وما يقدرش يجاري اللاعبين على مستوى البدن وما إلى ذلك إلا أنه بين عكس ذلك تماماً في كأس العالم واللي هي أكبر تظاهرة قروية على أرض هذا الكوكب وأكيد اللافل أي المستوى دياله أعلى من الدورة الإنكليزية طبعاً وكلنا شفنا حاكم زياش كيفاش كان حاضر بدنياً اللهم بارك وزيد في ذلك بحيث 90 دقيقة كاملة وكيدافع وفي نفس الوقت يضغط على المنافس بشراسة شديدة جداً وهذا كامل سبابه المدرب والليدر غريغ اللي إعطاعت التقيقة كاملة وعرف كيفاش يحتوي ويتعامل معه ويخرج منه أفضل ما لديه عكس المدربين توماس طوخل وغران بوتر وهنا تحديداً فيك الفرق بين المدربين ومن حاكم نقض مباشرة إلى عزدين أونحي فالبلان دياله مع نابولي مازل مسالة شو باقي مستمر فالعقلت وكنت قلت لكم أن أونحي ما عندوه جوى الصفر أوروبي لذلك الحل يتعقد معه ولكن يبقى مع نادي أونجي حتى الصيف القادم وفعلاً إدارة نابولي هاتش اللي نوي الدير فحسب صحيفة كوريلي ديالسبورت بتاريخ اليوم طبعاً قالوا بأن رئيس نادي نابولي اللي هو ديالورنتيس يرغب في شراء عقد عزدين أونحي على الفور وإحضاره إلى إيطاليا في يونيو القادم بل أكثر من هذا قالوا أن المفاوضات في مرحلة متقدمة وفي المقابل ليستر سيتي عرض 30 مليون بالحوافز وما إلى ذلك ولكن نابولي وعد بتقديم نفس العرض مع تركي لنادي أونجي لغاية يونيو القادم وهذه النقطة تحديداً هي اللي كتخلي نابولي نظرياً متفوق على عرض ليستر سيتي لهذا الأخير بغين عزدين أونحي في هذا يناير ولكن إدارة أونجي بغين يكمل حتى نهاية هذا الموسم باش يعاول فارق لتفادي النزول للدارجة الثانية عموماً حنا في انتظار مستجدات ملموسة أكثر في قضية انتقال عزدين أونحي أما عن المغرب الآخر عبد الحميد الصابيري ففي أحد الفيديوات كنا اذكرنا أن النادي فيورونتينا مهتم باللاعب الجديد اليوم في الصحافة الإيطالية واللي منها صحيفة توتومير كطواب قالوا أن هناك أكثر من صيغة تدرسها إدارة فيورونتينا لضم الصابيري عبد الحميد كعرض إعارة مع إزامية الشراء أو تبادل مع أحد اللاعبين بالفريق أو ضمي بشكل نهائي مع تركي لسامدوريا لإنهاء الموسمة أهم ومساعدتي مع البقاء في الدرجة الأولى للدوري الإيطالي يعني باختصار واضح جداً أن نادي فيورونتينا متشبت بالصابيري وإلا ما كانوش غاد يعرضو هالثلاث اقتراحات على نادي سامدوريا ونختم الآن مع يوسف ماليح لرسمياً نادي ليتشي الإيطالي أعلن عن خضوع اللعب المغربي للفحص طبي اللي غادي كل يوم أو بالأحرى غادي يكون دار حالياً تمهيداً للتعاقد مع فهد انتقال الشتوية قادمة من نادي فيورونتينا والصفقة غادي تكون إعارة إلى نهاية هذا الموسم مع وجود بند بإزامية الشراء في نهاية هذا الموسم أيضاً بقيمة تراوح من 4 إلى 5 ملايين يورو وهذا البند ديال إزامية الشراء غادي تفعل في حالة عدم هبوط ليتشيء إلى الدرجة الثانية وباختصار شديد كانت هذه آخر أخبار المحترفين المغاربة وفي الخيتام كيف قرأي ديالكم وخيروا كلامي ما قل ودل وكل عادة كان معكم إسلام في أمن الله ومع السلام